السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا ايميل عن العمل الخيري هنا بيقولك write an email اكتبي email of 90 words من 90 كلمة to your friend نسمة لصديقتك نسمة to tell here عشان تخبريها about charity work عن العمل التطوعي أو العمل الخيري your name is rachma اسمك rachma and your email address وعنوان بردك الالكتروني is rachma at student dot com your friend is email address وعنوان صديقتك الالكتروني is nisma at gmail dot com طبعا انا فيه ثلاث حاجات اساسية بكتبها في اول الايميل to إلى لمين بكتب فيه عنوان البريد الالكتروني بتاع صديقتي بعد كده from من مين بكتب البريد الالكتروني الخاص بيه في الايميل وبعد كده فيه subject الموضوع ده عادة بيبقى الموضوع بعد كلمة about about يعني عن اكتب عن واسم الموضوع بيبقى هنا طبعا الموضوع بتاعنا هو charity work العمل الخيري تعالوا شوف احنا حالينا ازاي two إلى بكتب البريد الالكتروني لصديقتي nisma at gmail dot com from من مين بكتب البريد الالكتروني بتاعي rحمة ad student dot com subject الموضوع charity work العمل الخيري ببدأ الايميل بدير عزيزتي واسم اللي انا بعت لها دير نسمة عزيزتي نسمة وحط كومة فاصل على السطر في مقدمة how are you and your family كيف حالك وحال اسريتك i hope you are well امل او اتمنى ان تكونوا بخير بعد كده بكتب جملة البربوس الغرض من الايميل i am writing about the charity work انا بكتب عن العمل الخيري charities الجماعات الخيرية are very important مهمة جدا in our community في مجتمعنا زي help many people بتساعد الجماعات ناس كتير who need the different things المحتاجين اشياء مختلفة we can join charities ممكن نلتحك بالجماعات الخيرية to help them عشان نساعدهم انزل وارك في عملهم some charities بعض الجماعات الخيرية help poor people بتساعد الفقراء by giving them عن طريق اعضاءهم enough money مال كافي to live a better life عشان يعيشوا حياة افضل some charities بعض الجماعات الخيرية help sick people بتساعد المرضى by giving them free medicines عن طريق ان هي بتعطيهم ادوية مجانية some charities بعض الجماعات الخيرية help orphans بتساعد الايتام to live a good life عشان يعيشوا حياة جيدة some charities بعض الجماعيات الخيرية help people بتساعد الناس who can't read or write التي لا تستطيع القراءة والكتابة they give them free lessons بيدهم حاسس مجانية to learn اللي كي يتعلم some charities بعض الجماعات الخيرية help old people بتساعد كبار السن who don't have families الذين ليس لديهم أسر زي لك after them بيعتنوا بيهم يعني أنا التحاقت بجماعية خيرية في بلدتي أو مدنتي الصغيرة بعد كده في خاتمة بقى سيوسون أراكا قريبا وبنضي اسمي في الإيميل يورز المخلصة لكي رحمة شكرا لحضرككم شكرا لحضرككم